اشتركوا في القناة تاريخ حافل من علاقات صداقة الوثيقة وتعاون مشترك في مختلف المجالات هذا ما عرفت به علاقة مملكة البحرين مع سلطنة بروناي دار السلام التي تشهد تطورا وتقدما مستمرا على الأصعيدات كافة بفضل الأرضية الخصبة التي أرسى دعائمها حطرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأخوه صاحب الجلالة سلطن بروناي دار السلام للارتقاء بالعلاقات القائمة بين الشقيقتين إلى مستويات أرحب وبما يلب التطلعات المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين ولعل الزيارات المتبادلة بين البلدين واللقاءات المتواصلة خير دليل على متانة العلاقات البحرينية مع بروناي دار السلام فشهد عام 2004 أول زيارة لجلالة الملك المعظم إلى بروناي وهي الزيارة التي وضعت أسس تنمية العلاقات المشتركة والدخول في مشروعات ثنائية أسهمت وما زالت تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وتعزيز عملية تبادل الزيارات والاستفادة من خبرات البلدين على الصعود كافة وقد قُبلت هذه الزيارة بزيارة أخرى من جانب سلطان بروناي إلى مملكة البحرين في مايو عام 2004 أجرى خلالها مباحثات هامة مع جلالة العاهل المعطم كما شكلت زيارة جلالة الملك المعطم إلى بروناي عام 2017 نقلة النوعية في متانة العلاقات بين البلدين والتأكيد المشترك على أهمية مواصلة تعزيز أفاق التعاون في جميع المجالات في ظل ما تتمتعان به من موقع استراتيجي ودورهما المؤثر إزاء مختلف القضايا واتفاقهما على أهمية تضافر جميع الجهود للمضي بالعالم الإسلامي قدما نحو مستقبل أفضل على الأصعادات كافة ترجمة نانسي قنقر